فيما إذا بس هل يحتمل العراق اليوم استقالة كتلة وازنة هي الكتلة الصدرية يعني هذا له تداعيات ربما تكون خطيرة طعم بالتأكيد ستكون هناك تداعيات كبيرة نحو الأحسن أو نحو الأسوأ كيف نحو الأحسن وكيف نحو الأسوأ نحو الأحسن فيما إذا الإطار التنسيقي بين قوسين الشيعي إذا عادوا إلى رجدهم إن صح التعبير وأصبحوا يترجون أن لا تنهار العملية السياسية باستقالة هؤلاء الصدريين وهم بالعشرات مثل ما ذكرت وكذلك ربما ينضم إليهم مثل ما قلت عدد النواب السنة والنواب الأكراد عندئذ ينهار البرلمان فإن عندئذ أيضا يجب إعادة الانتخابات المبكرة مرة أخرى وكيف ذلك بأن تكون هذه الحكومة حكومة مؤقتة فرضا لمدة ستة أشهر هل هذا الانسداد السياسي يؤكد فشل العملية السياسية الجارية في العراق هي حقيقة هي فاشلة من عام 2003 عندما فرض الأمريكيون المحتلون وكذلك البريطانيون يعني الاحتلال الأجنبي هو الذي فرض نظام المحاصصة أن يكون التمثيل في مجلس الحكم الانتقالي في عام 2003 عندما تشكل في شهر طبوس بالذات يعني وأنا بالمناسبة كنت عضو مساعدا في هذا المجلس صبرت لمدة شهر ونصف الشهر وقدمت استقالة القطير ترجمة نانسي قنقر